هنا سيكون محط رحال الزائرين لطريق اللؤلؤ المشروع الذي سيضع البحرين على خارطة التراث العالمي والذي يهدف للتعريف بتاريخ صناعة اللؤلؤ في البحرين وطبعاً مشروع اللؤلؤ يعني الشيخة ما يحفظها هي الرائدة في هذا المشروع فكان هذي يعني نوع من التأصيل حق اللؤلؤ الموجود في البحرين فكان الطريق كان يبتدي من اللي هو حالة مماهر القلعة قلعة حالة مماهر مشياً على الأقدام إلى مسجد سيادي هذي كلها يعتبر طريق اللؤلؤ السوق بياخذ له يعني جزء كبير من طريق اللؤلؤ يعني يشوفين احنا بندخل من الحالة وبنطلع على سوق محرك بنطلع على إلى ونوصل وين نوصل إلى مسجد سيادي فكل هذي الطريق يعني بيتغير هذي كلها يعني جاذبة للناس جاذبة للسواح نتكلم عن حياة يعني هي مبلؤ لحياة من شلون عاشوا هذلين يعني شلون عاشوا الغواص شلون عاش حياة شلون في مشروع كبير إن شاء الله بيصير نموذجي تراثي بيصير في الفرجان عندنا أربعة فرجان قديمة نبي نغير الطابع اللي فيها نغير يعني نرجع الأهالي اللي طلعت من محرك نرجعهم إلى محرك فجلالة الملك يعني مصر على المشروع اشتركوا في القناة